التعرف على نافذة الدردشة ويستخدم هذه النافذة عضوها يأتي التدريس والطلاب في نفس الوقت إذا منحت لهم الصلاحية عندما نريد أن نبدأ بالدردشة فإننا نقوم بكتابة النص في هذه الخانة ثم نضغط على زر Enter أو إدخال من لوحة المفاتيح في هذه الحالة سوف يظهر النص لكل الطلاب المشاركين أما لو أردنا أن نرسل رسالة خاصة إلى طالب أو دردشة خاصة نقوم بتحديد اسم الطالب من خلال نافذة المشاركين ثم فتح النافذة المنسدلة الخاصة بهذا الطالب واختيار دردشة خاصة فنلاحظ في نافذة دردشة ظهور علامة تبويب جديدة باسم الطالب ومع ظهورها فإنه يمكننا البدء في إجراء دردشة خاصة مع هذا الطالب فقط